كلما رأينا رجلاً وصل بعمله إلى قمة المجد أيقنا أنه بجانبه امرأة تحبه ويحبها عيدة كرر وقولوا لي صح ولا غلط كلما شفنا رجل وصل لقمة المجد معناته على جنبه في جنبه امرأة إما هو يحبها أو هي تحبه صح ممكن صح صح غلط لا مو شرط صح صح مو شرط غلط صح مو دايم وراء كل رجل وراء كل عظيم امرأة مصبوط صح غلط مو شرط مادري مرحبا صحيح مية بالمية غلط صحيح مية بالمية مو شرط لا والله شكلكم اختلفتو ها أشوفكم اختلفتو على الموضوع هو حقيقة يعني هي شوية فيها لعبة لأن كلما وصل الرجل إلى مجد وإنجاز عظيم هي العبارة تقول إما أنه أكو بقربة امرأة تحبه أو هو يحبها أنا أشوف العبارة صحيحة أنت ممكن بعضكم يختلف معاي ما في مانع كل واحد يقول راية ويعبر عن راية ليش أنا أشوفها صحيحة لأنه الرجل اللي وصل للمجد إذا ما عنده إذا ما هو يحب امرأة أكيد بالنسبة لي أنا فيه امرأة تحبه وقد يكون الحب هذا قد تكون من امرأة وقد يكون من اختها وقد يكون من أمة وقد يكون من خالتها وقد تكون من جدتها أنا عندي قصص أعرف قصص نزاح لرجال كان سبب الحب الخالة سبب الحب العمة سبب الحب الجدة وعرف قصص نجاح كان سبب الحب الزوجة فإذا الحب هو بالمناسبة يقول لك حتى الحب يعالج الأمراض تعرفون ليش؟ لأن الحب يقوي المناعة عند الإنسان هم تعرفون ليش؟ لأن الحب يشعر إنسان بالسعادة وإذا الإنسان شعر بالسعادة تطلع عنده هرمونات السعادة هرمونات السعادة تقوي المناعة لما تقوي المناعة عنده تعالج المناعة مثل ما زيادة الحب يمرض الإنسان ما تعرفون قصة بن سينة بن سينة طبعا الطبيب المشهور في يوم من الأيام كان فيه مريض وهذا المريض ما بقى طبيب إلا وزاره ما بقى دوه وعلاج إلا وعطوه موك فايدة أبدا دخل عليه بن سينة قوم بن سينة يعني حط إيده يشوف النبض وبدأ يسولف 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 بدأ يطلع اللي بنفسه يطلع يطلع لما عرف بن سينة أنه هذا الرجل عاشق يحب له وحده فكلما يقول اسمها البنت النبضة يصير قوي تضخ الدم يتحرك قوي فش قال بن سينة قال هذا عاشق هذا اللي طيحه في المراض الحب ولذلك تشوفون في بعض النساء من كثر مثلا ما هي تحب زوجها ولا تحب شخص معين لما تتوتر العلاقة تشوفونها تزيد في الأكل تسمن تكون أول رياضية وتصير كسلانة مالها خلق مزاجها ليش؟ لأن الحب ضربها كانت تحب وحب قوي جدا وضربها الحب لذلك صارت كسلانة ما تلعب رياضة تاكل انتفخت امتنت أنا أعرف رجال لأنه عاشق ويحب لما اقطعت علاقته هذه المرأة فيه دخل في اكتئاب وصار عنده مرض فلذلك الحب مهم أنه يكون معتدل بس لأن الحب مشاعر الواحد لازم يديرها بطريقة سليمة لهذه العبارة شا تقول إذا الرجل وصل إلى مجد أما هو يحب امرأة أو فيه امرأة تحبه أنا أشوفها سليمة وأشوفها صحيحة بشكل عام يعني أكيد فيه استثناءات لكن بشكل عام